الحكومة واضح الحكومة واضح الحكومة واضح الحكومة واضح الحكومة واضح الحكومة واضح ويبدأوا يبلغوا في تسعير بعض السلع والمنتجات بدون أي سند وبدون أي منطق في هذا الشأن فعشان كده احنا كن حرصنا الشديد ان احنا صحيح بنحافظ على توازن السوق وتوافر السلع في السوق ولكن في نفس الوقت ده واجب الحكومة ومسؤولية أجهزتها ان احنا نضمن ان السلع بتتوفر بسعر عادل ده الشيء الأهم فعشان كده الحقيقة احنا يعني نقشنا هذا الموضوع بصورة موسعة ويعني اللي لمسناه من المشاكاة الكثيرة جدا ان هناك العديد من المنافذ التجارية ويمكن خلينا نتكلم يعني بمنتشف فيها اللي نتكلم على المنافذ هنا المحلات الصغيرة او بعض الاماكن الكبيرة حتى الخاصة اللي ما بيبقاش هناك وضع للسعر على السلع بمعنى السلع موجودة ومعروضة ولكن ما فيش سعر المواطن يجي ياخد السلع يقول له لا ده الرقم بكذا هذا الشأن غير مقبول على الاطلاق وقواننا ولوائحنا بتؤكد على ضرورة وضع الاسعار على كل السلع ايا كانت نوعيتها وجودتها ومستوياتها وبالتالي هنا انا بتكلم على يعني ايا كانت منافذ البيع الكبير والصغير فيها لابد ان يكون هناك سعر معلن ومحطوط على السلعة وبالتالي اللي احنا توفقنا عليه ان احنا بنعطي مهلة اسبوعين فقط لغير لكل المنافذ التجارية اللي موجودة على ارض الجمهورية لوضع الاسعار للسلع بتاعتها اللي بتباحها على السلع المواطن يدخل يلاقي فيه سعر موجود على السلعة ايا كانت بعد الاسبوعين دول كل اجهزة الدولة مكلفة بدءا من التموين جهاز حماية المستهلك المحافظات ووزارة الداخلية انها هتنزل وتتأكد من تواجد الاسعار والسلع على السلع كلها طيب المكان اللي مش هيبقى ملتزم حيتم اتخاذ كل الاجراءات الحاسمة اللي هتبقى من يعني بتتراوح من العديد من الاجراءات ولكن ستصل الى الغلق وايضا اتاحة هذه السلع اللي موجودة هناك للبيع في منافذ الدولة بالسعر المعلن لهذا الموضوع لان احنا النهاردة في ظروف ماينفعش ان احنا نترك فئة يعني انا اسف تتاجر بالشعب وتحاول تستغل اي موقف النهاردة الموقف اللي احنا موجودين فيه عشان مكسب زيادة عن المنطق وزيادة عن السعر العادل وبالتالي انا هنا انا لم اتدخل في السعر نفسه انا بتكلم على مبدأ ان اي سلع معروضة لازم يبقى سعرها مكتوب النقطة الاخرى ودي الجزء الشق التاني ان هناك سلع استراتيجية بتمس حياة المواطن اليومية دي سيتم التنسيق بالكامل مع اتحاد الغرف التجارية والتحاد الصناعات ان يتحط مدى سعري لهذه السلعات السلع يبقى مش في كل السلع انا بتكلم هنا على السلع الاستراتيجية اللي بتمس حياة المواطن اليومية حيبقى الاساس هو التنسيق مع اتحاد الغرف التجارية والتحاد الصناعات ان هما يحددوا لهذه السلع الاستراتيجية انا بأكد تاني مرة اخرى وليست كل السلع يتحط مدى سعري لهذه السلع تبقى بقى للجودة تبقى للبراند بتاعها او النوع او ايا كان يتقال هذا السعر هو المدى السعري لهذه السلع يبقى سعر الكيلو فيها بيتروح من كذا الى كذا وهذه الارقام تبقى بتعدل بصورة شهرية او بتراجع بصورة شهرية عشان نتأكد انها متوافقة مع الوضع اللي في الاسعار السلع واسعار المدخلات وايا كان الموضوع ولكن يتم التنسيق في هذا الشأن مع الدولة واجهزتها بحيث في الاخر اتحاد الغرف والتحاد الصناعات بيعلنوا عن المدى السعري لهذه السلع الاستراتيجية مرة اخرى ويبقى الالتزام بهذه الاسعار من كل سلاسل البيع هذه النقاط نقاط مهمة جدا في هذه المرحلة عشان نفضل محافظين على استقرار وتوافر السلع للمواطن بالسعر العادل ودي نقطة مهمة جدا وده اللي احنا بنؤكد عليه في خلال المرحلة القادمة الدولة مش حنسكت على اي نوع من المغالاة واستغلال الموقف ومحاولة يعني الحصول على مكسب زائد عن المنطق في اي سلع من السلع وكل اجهزة الدولة تم تكلفها بهذا التوجيه في خلال اجتماع المجلس النهاردة وزي ما قلت لحضراتكم هذا العمل هيبدأ على الفور بعد ما يكون تم وضع كل الاليات قدامنا اسبوعين فيما يخص موضوع ان يبقى فيه سعر محطوط على كل السلع وفي نفس الوقت على الجانب الآخر هننصق مع اتحادات الغرف والتحاد الصناعة فيما يخص السلع الاستراتيجية ان يبقى معروف مداها السعر ايه بحيث مرة اخرى يبقى المواطن عارف لما بيروح في اي مكان السعر الموجود في ظل الرقم المعلن واللي حيبقى بيحدث احنا مش بنجمد حاجة ولكن طبقا للمستجدات بيبقى بيحدث بصورة دورية عشان نتأكد انه هو السعر العادل للسلعة احنا يهمنا التاجر يكسب والصانع يكسب ولكن يكسب السعر المعقول وان المواطن يتوافر السلع وتبقى موجودة وزي ما قلت لحضراتكم احنا كدولة في حاجات معينة احنا متحملين يعني تكلفة كبيرة جدا 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 النهاردة يعني وزارة التموين من خلال بطاقات التموين وحضراتكم عارفين كملنا يعني المبادرة اللي يعني اطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيادة مخصصات على بطاقات التموين لغاية اخر العام المالي عشان المواطنين المستهدفين يعني يستفيدوا من هذه المبادرة ولكن باقي المواطنين لازم على اقل نضملهم كدولة ان السلع متوفرة وبسعر عادل وهو ده اللي بنؤكد عليه والنهاردة دي رسالتنا كحكومة للسوق كله احنا كدولة يهمنا انضباط الاسعار احنا لا نتدخل في التسعير ولكن اللي يهمنا في الآخر ان السعر بيبقى سعر عادل ولا يكون هناك فيه اي مغالاة على المواطن وكل اجهزة الدولة مكلفة بمراقبة ومتابعة هذا الموضوع واتخاذ كل الاجراءات الحاسمة لتنفيذ هذا على الارض فورا النقطة الاخيرة انا بطلب من كل المواطنين ان احنا بمجرد انقذاء المدة الاسبوعين لو دخل في اي مكان ولقى ان ما فيش سعر محتوط ولا او حصل ان فيه مغالاة في الاسعار يبلغ فورا الجهات المعنية عشان نبدأ احنا كمان نتخرك ونتخذ الاجراءات ضد هذه المنشأة على الفور المحافظات حتتحرك وزارة التموين حتتحرك الداخلية حتتحرك كل الجهات حتتحرك لكن انا تاني مرة اخرى بأكد احنا كل اللي يهمنا تظل السلع متوفرة ولكن بالسعر العادل اللي يبقى مناسب واللي يحقق برضو المكسب للتاجر والصانع وفي نفس الوقت يبقى في قدرة المواطن المصري على ان هو يحصل عليه انا بس حبيت ان انا يعني اعرض لحضراتكم اللي ما تم اتفاق عليه في مجلس الوزراء وان شاء الله في خلال الفترة الجاية حيكون هناك تنصيق يعني مستمر مع اتحاد الغرف التجارية والتحاد الصناعب عشان نتفق فيما يخص السلع الاستراتيجية ويبقى دايما يعني التنصيق ده بيتم على مدار الايام والساعات والاسابيع علشان نضمن ان شاء الله ان السلع تفضل متوفرة وبالاسعار العادلة باذن الله باشكر حضراتكم تفضل لو ناخد سؤال او اتنين بالكتير علشان الحقيقة عندنا مجموعة اقتصادية بعد هذا الاجتماع تفضل دلوقتي حضرتك في بعض المصنع بيشتكل فيه بعض المستزمات الانتاج بتاعتهم موجودة في الموايين فهي ايه الاقراءات اللي بتاخد على الحكومة دلوقتي عشان تيوصلوهم خلوك هذه المنتجات طيب احنا يعني خلينا نتكلم وده اللي يمكن كان توجيه فخامة الرئيس للبنك المركزي وللحكومة بانهاء موضوع الاعتمادات المستندية في خلال مدة اقصاها شهرين وده اللي احنا بنتحرك فيه والموضوع ده زي ما تكلمنا يمكن المرة اللي فاتت وانا اتكلمت مع حضراتكم احنا بنتحرك نحو خط التدبير لموارد الدولارية اللي منهينا لغاية نهاية السنة المالية الحالية اللي منشأناها انها تحقق التوازن المقمول المستلزمات او بعض المواد اللي موجودة في المواني واحنا نعي هذا الكلام وفيه تنصيق كامل وبنحن نشتغل على الارض مع المحافظة البنك المركزي في ضوء الامكانيات اللي موجودة في الدولة وبنتحرك فيها في هذا الشأن نحو حل هذه المشكلة ان شاء الله في خلال مدى زمني اقل من الشهرين ان شاء الله لحل هذه المشكلة اخر سؤال هو بعد اذن حضرتك يعني هو سؤال واستفهم في نفس الوقت كثير خلال ازمة كورونا الحكومة تحملت ايضا الكثير خلال الازمة الروسية الاوكرانية الحكومة اعتمدت يعني اعتمادات اضافية بالنسبة للسلع التموينية وبالنسبة للمواطنين قامت برافع الحد الابنى للاجور خلال هذه الازمة السؤال الآن يعني اذا كانت الحكومة تحملت والمواطن تحمل فلماذا لا يتحمل القطاع الخاص لا يوجد قطاع الخاص في العالم يحقق مكاسب ستين في المية وسبعين في المية اعلى معدلات للربح تبقى للإحصائيات العالمية عشرين خمسة وعشرين احنا عندناهم طب يخسر شهرين ثلاثة سنة ايه اللي فيها يعني بص يا فن المعليش خلينا نتكلم احنا خلينا نتكلم بمنتهى الالشفافية احنا بنقول ان احنا بنشجع القطاع الخاص واحنا ورق قطاع الخاص علشان هو اللي يقود التنمية الاقتصادية والموضوع ليس يعني احنا هنا حتى انا كنت حريص جدا وانا بتكلم احنا لن نتدخل في تسعير بصورة مباشرة بالعكس احنا بنقول هننصق مع اتحاد الغرف التجارية والتحاد الصناعات علشان نصل الى يعني اللي حضرتك بنتكلم فيه ان هناك يكون مكسب لان الاساس ان طبيعة شغل القطاع الخاص في العالم كله ان لازم يكون بيشتغل بهدف انه حقق مكسب ولكن كل اللي انا بقوله وانا عايز اكد على هذا الكلام انا تعمدت وانا بتكلم بتكلم على فئة او بعض من التجار اللي بيستغلوا الموقف علشان يحصل نوع من يعني المبلغة في التسعير لكن هناك طبعا في نفس الوقت يعني قطاع كبير من التجار والصناع اللي بالعكس تماما مقدرين وبيتحملوا اعباء كبيرة جدا 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 وبيوفروا سلع وبيسيبوا والعمالة بتاعتهم موجودة ما حصلش اي نوع من يعني انا يعني اسف تسريح للعمالة ومتحملين حاجة كبيرة وانا بوجه التحية للقطاع الخاص في هذا الشأن تماما لانه شغال معانا في الدولة على هذا الموضوع لكن احنا هنا كل هدفنا حاجة واحدة ضبط الاسعار علشان ما يحصلش اي مبلغة من شأنها انها تؤدي ان المواطن يعني يبقى بيشتكي من الغلاء وبيقول ده انا يعني وده انا بسمح انتوا حضركم عارفيني انا موجود بنزل في الشارع كتير قوي وبحريص ان انا مواطني يوقفني ويكلمني فبيبقى دايما السؤال الكلام اللي بيتقال اللي في اول الشارع برقم اللي في اخر الشارع بيبيع برقم تاني هو ده اللي انا بتكلم عليه ماينفعش المفروض ان انا ادخل في اي مكان السلع انا بتكلم هنا تاني السلع الاستراتيجية الاستراتيجية الاساسية اللي تمس حياة المواطن ومعروف مداها السعرية لان بيبقى فيه جودة معينة طريقة معينة في البيع في التغليف ايا كان ممكن تخلي حاجة اعلى من حاجة لكن هناك مدى سعري خلاص احنا عارفينه لكن ما لاقيش ان حد بيبيع فوق هذا المدى برقم كبير هو ده اللي احنا بنقول عليه غير مسموح ومش حنسمح ان هو يبقى موجود في خلال الفترة القادمة لكن في نفس الوقت من حق القطاع الخاص انه يبقى فيه مكسب مكسب عادل في ضوء الظروف اللي موجودة وايضا احنا كدولة بنبقى دورنا ان احنا ان شاء الله نراقب الاسواق ونطمئن الى توافر السلع وده شيء مهم جدا ان احنا مش هدفنا على الاطلاق ان اي سلعة تختفي في خلال الفترة القادمة بإذن الله انا بشكر حضراتكم جميعا شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة